أفضل مباراة من أهل وزمالك أهل وزمالك نهاية أفريكا اللي هي نهاية أفريكا حدث تاريخي وكانت أول مرة في تاريخ النهاية الأفريكي ما بين أهل وزمالك طيب هلقدر أقول والحسم دي تم حسمها من جانب الكافية مين اللي ليه الأفضلية الهدف يعني؟ أفشا ولا شي كاملا من أهل وزمالك؟ لا بس يعني ككورة اللي اتنين يعني ايه؟ أمتع من بعض بس واحد اللي هو تستمتع بيه أخد بالك وواحد تاني اللي هو جاب بطولة وكان هدف كويس فالتنين أفضل أو ما أفضل هدف كويس مين فيهم اللي مايتنسيش؟ اللي اتنين مايتنسوش حقيقة بص تعالى نحسبها تعالى نحسبها ماشي؟ نعكس الموضوع شوي لو كان الهدف بتاع شكبالة تمام؟ هو كان هدف البطولة خلاص؟ والهدف بتاع أفشا كان هو يعني مفيش مكسب مثلا للنادل أهل فهتلاقي الأمور عارف؟ اختلفت اختلفت الفرق إن ده هدف بطولة والفرق إن ده هدف برضو يعني الاتنين أفضل هدف على فكرة يعني الاتنين أفضل هدف في عشرين عشرين بسرعة أفضل صفقة اللي اتعملت عليها البوم في الفترة الأخيرة يعني اوه هي بس مش أفضل صفقة هي أفضل صفقة وأغرب صفقة عفكرة رمضان صبحي لسه موصلش لل هي أغرب صفقة هي أغرب صفقة لأنها واحد من الناس محدش توقع محدش توقع خالص محدش توقع خالص يعني إحنا مثلا كابتن حسان مبريم مثلا لما راحوا الزمالك فكانت الأمور ايه؟ فيه تمهيد كان فيه تمهيد أنا مثلا لما جيت رايح مثلا الزمالك فكان الموضوع فيه ايه؟ تمهيد دي اللي هي اسمها ايه؟ اللي هو تيكي تيكي في يوم وليلا خلصت فهي دي أغرب واحدة يعني هينجح رمضان صبحي؟ بس ينجح لو شالت ضغوطات شوية هو مركز عن ضغط الجماهيري وده عايز أقول له رمضان أنا عفكرة من لعبة لها بيحبها جدا له ومن ساعة من هو بيلعف الأهل يعني ما لبقى لو الأستاد كان متقفل بقى وبتلعبوا صادق الأهل مثلا والأستاد ده متقفل والناس زي ما عليك هتعمل ايه بقى مش مش تلعب كرة خالص ده كده مش تلعب كرة خالص بقى زي ما حصل معاك يا ما كنا بنتشتم وانا في الأهلي كان بص يعني وانا في الأهلي كان جمهور الزمالك بيشتمني كنت بعمل أحلى مباريات فهم غزي؟ لأن في ناس معاك وناس ضدك صح والمصح؟ فهو يشيل الضغوطات خلاص خاصة كمان ما فيش جماهير دلوقتي فالعب بقى استمتع يا زي ما انت بتقول عندك تموح نفسك تعمله وعايز تلعب روح يلعب كرة ومعاك إمكانات لعبة كويسة ونادي ما شاء الله الإمكانات عالية جدا فيه فعندك مقومات تخليك ان انت تبعد عن الضغوطات دي بلاش الضغوطات دي لانها هتأثر معاك بشكل كبير جدا والناس مستنيك يعني وقع زي ما بيتاهل فخلاص بقى انت اخترت وكمل الطريب بتاعك بعد عن الضغوطات خالص تماما يعني